السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحرب المناخ بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر المسلمين لكم نصحت لكم على مدار ستة عشر عام فدعوتكم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ودعوت الناس أجمعين إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأفتيتكم بالحق أن تصدقوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد النبي الأمي رسول الله بالقرآن العظيم رحمة للعالمين فلماذا ترفضوا حد الله ورحمته فالله الذي لا إله غيره لا أعلم لكم بحل لما أنتم فيه من حرب الله المناخية وحرب الله العالمية بأصغر جنوده في الكتاب سلالات بعوضة ما لا تحيطون بها علما ذلك ما تسمونها سلالة كورونا وما هي بكورونا فلا ولن تستطيع هزيمتها حتى تستطيع أن تقف حرب الله المناخية الجوية والبحرية والبرية وربما يود كافة رؤساء دول البشر أن يقولوا نحن نستطيع التخفيف ما تسميها بحرب الله المناخية وذلك بالتخفيف من عوادم الغازات الكربونية المنبعثة من مصانعنا كونها سببت خللا لمناخ كوكب الأرض بسبب الاحتباس الحراري في الطبقة العلوية لغلاف الأرض الجوية مما سبب الاحتباس الحراري للأرض فأصبح كوكب أرض البشر يعاني من الحمى الحرارية ونرد أن نعالج كوكب الأرض من ظاهرة الاحتباس الحراري فمن ثم يرد عليكم الإمام المهدي من استفاه الله خليفة على العالمين وأقول لكم يا معشر قادات البشر وشعوبهم والله الذي لا إله غيره أنكم لو أوقفتم عوادم مصانعكم وعوادم سياراتكم وكافة عوادم بواخركم وقطاراتكم وعوادم نيران حطبكم وحتى ولو أوقفتم عجلة حياتكم تماما ألف عام لو تعمرتم لما خفف الله عنكم حربه المناخية كون نظرية الاحتباس الحراري نظرية مفتراة بل الحق هو بسبب اقتراب كوكب العذاب وتجاذبه مع الشمس وفارت النور للشمس وأثرت على القمر والأرض ومناخ الأرض وكذلك لن تستطيعوا أن تسيطروا على حرب البعوضة العالمية ولا سوف نقرب لكم المسألة فإن استطعتم أن تتضعوا لحرب أصغر جنود الله في الكتاب فهنا تستطيعوا أن تقفوا حرب السماوات والأرض وبما أن الإمام المهدي ناصر محمد الإنسان الذي علمه الله البيان الحق للقرآن العظيم أقول يا معشر صناعي القرار قادات البشر إما أن يكون ناصر محمد اليماني كذابا أشر أن الله اختاره خليفة على العالمين فإن كنت كاذبا فعلي كذبي ولن يصبكم بما وعدكم به ناصر محمد اليماني شيئا ولكن إذا كان ناصر محمد اليماني حقا خليفة الله على العالمين فعلموا يا معشر صناعي القرار قادات البشر أن ليس لكم حق البيت على صدور قرار أمر الله الواحد القهار سبحانه وتعالى علوا كبيرا لا يشرك في حكمه أحد ولن تجدوا لكم من دونه ملتحدا تختبئون فيه ولن يجركم من عذاب الله أحد وهأنا ذا الإمام المهدي ناصر محمد أعلن بأمر الله أنه سوف يفتح الله عليكم بابا ذا عذاب شديد إضافة إلى رفع عيار حرب الله المناخية وليس ببعيد وقد خاب كل جبار عنيد وربما يود كافة صناعي القرار الكبار من قادات البشر أن يقولوا وما هو فأخبرنا حتى نكون مستعدين لنصده فمن ثم يرد عليكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول ما صددتم جنود الله أدنى منه فكيف تستطيعون إذن أن تصدوا عن أنفسكم الجندي الأسد في جنود الله كورونا وما هو بكورونا بل إنه كيد من الله متين فكيف تستطيعون أن تصدوا الكيد المتين من رب العالمين هدية من الله الواحد القهار يستهدف صناع القرار خاصة والمجرمين عاما الذين اتغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فملأوا الأرض جورا وظلما وللأسف جاءت قارعة موت الفجأة فسوف يقتلكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم وعلى الهواء مباشرة أمام عدسة الكاميرا فلا تقول يا معشر الدكات رجل تطماغية بل قتله وأنثاله الفيروس الأسد كيد من الله متين ذلك ما وعدكم به في محكم كتابه القرآن العظيم الآية التي خاطب الله بها خليفته المهدي ناصر محمد اليماني بعد مضي خمسة عشر عاما على الدعوة المهدية العالمية للاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم واتباعه فأعرضوا صناع القرار للمستكبرين من الكفار والمسلمين فصدر الأمر لخليفة الله على علم من الله في قول الله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم ويا معشر صناع القرار إنما تحدى به لمهدي المنتظر ناصر محمد اليماني منظمة الصحة العالمية وكافة برفوسرات علماء الفيروسات في كافة الجيش الأبيض في العالمين أن يكتشفوا بنشأ كورونا الذي غزاهم الله به من حيث لا يعلمون فليس ذلك التحدي مجرد ظن من عندي من ذات نفسي بل هكذا كان الخطاب لخليفة الله المهدي في محكم الكتاب القرآن العظيم أن أترككم له بحوله وقوته فيعلن الحرب العالمية عليكم بأصغر مقلوقاته في الكتاب فيغزوكم الله بأصغر جنوده في الكتاب من حيث لا يعلمون عن مصدره ومن شأه كافة علماء الفيروسات تصديق القول الله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمري لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم فهل وجدتم من شأ ما تسمونه فيروس كورونا قل هات برهانكم إن كنتم صادقين أم تريدون أن تجمعوا على صد جديد عن التصديق بآيات عذاب الله هيهة هيهات ولكن الكيد الشديد من الله العزيز الحميد جاء أوانه غير أنه للأسف ليس له إلا عرضا واحد فقط وهو الموت لمن أصابه ويا معشر المستكبرين على الله وخليفته المهدي ناصر محمد اليماني فاحفروا قبوركم وجهزوا نعوشكم وادعوا أهلكم وذويكم وما ظلمكم الله ولكنكم ظلمتم أنفسكم ومعكم كثير من الملحدين برب العالمين من الجيش الأبيض الذين كأن الله لديهم لم يكن شيئا مذكورا فأخرتم البشر من التضرع إلى الله الواحد القهار ليكشف عنهم عذابه ليتبعوا داعي الله وكتابه القرآن العظيم وكذلك نقول لعلماء الفلك المجرمين في العالمين جهزوا نعوشكم واحفروا قبوركم فقد تم إدخالكم في دائرة السوء من عذاب الله وبالذات الذين علموا علم اليقين أن الشمس حقا أدركت القمر في أول شهر رمضان فشاهدوه بفوديوهات كاميرات من نهارية أنه هلال الشهر حقا صار يغرب قبل غروب الشمس وهو يتلوها في الجريان نحو الشمس واجتمع بها وقد هو هلال أول الشهر وليس هلال آخر الشهر بل وهم يعلمون أنه هلال أول الشهر في حالة إدراك ويجتمع بها وقد هو هلال أول الشهر كما سوف يحدث لهلال شهر شوال بعد غروب الشمس يوم ثلاثاء ليلة الأربعاء واحد شوال لا إن شاء الله أن يطيل أعماركم حتى تشهدوا بدر شوال الأكبر بدءا من ظهوره بعد غروب شمس يوم ثلاثاء ليلة الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة يشرق على كافة الدول بدرا تاما وأعيما أقول في الإدراك الأكبر نهاية شهر ليلة القدر بحساب ليلة القمر أليس يدور ليلها ونهارها أمام أعينكم على وجه القمر وميقات ظهور يوم القمر ترون وجه القمر بدرا ذلك منتصف يوم القمر ويعدر بحساب أيامكم كذلك منتصف الشهر ليلة الخامس عشر وبسبب أن الشمس أدركت القمر فالمحاق لبقية ضياء وجه القمر حتما يأتي قبل أوانه وكذلك يولد هلال الشهر قبل ميعاده فتجتمع به الشمس وقد هو هلال وجاء أمر المباهلة العامة ليحكم بيني وبينكم وأمرت أن لا أجيد لكم في آيات الإدراك من بعد بدر أول الأشهر الحروم في الكتاب ذلك بدر شوال وللأسف جاء أمر المباهلة هذه المرة بشكل عام للبشر لكل من بلغ رجده الذكر والأنت لكل من لم ينزع الله عنه البصر وحتى ولو كانت إحدى العينين ابتله الله بالعامة وأبقى له العين الأخرى فهو كذلك يبصر القمر البدر قبل أوانه وأما الذين بصرهم ثلاثة على ستة فسوف يتم تقريب القمر بأمر الله أفا السحر هذا أم أنتم لا تبصرون كما سوف ترون كوكب سقر الذي يناوش أرضكم بعد أحر بالتناوش من مكان بعيد ولكن في ميقات مرورها المعلوم لا تأتيكم إلا بقتا وبسبب اقترابها من الشمس حدث ويحدث بينهما تغيض وزفير من أكبر إلى أكبر وفرت النور الشمس فانتظروا الطوفان المنهمر على أمر قد قدر وانتظروا كسف جبال من برد تصديقا لقول الله تعالى ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأفصار صدق الله العظيم فتطفئ ما يشاء الله من نور كهروائكم وزلازل تخرج من يشاء الله من ديارهم بين الظلامات فارين من السقف المرفوع حتى لا يقع على رؤسهم تصديقا لقول الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلامات لا يبصرون صم بب عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلماتهم ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أفصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأفصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي قلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من السبرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم فتتناثر إلى شضايا مميتة فيصيب بها من يشاء ويصرفها عمن يشاء وكذلك يعلن الله عليكم حرب السواعق تصديقا لقول الله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من ثيفته ويرسل السواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد محال صدق الله العظيم وكذلك صواعق في جبال من برد حتى تصدقوا أن الله ربكم أرحم الراحمين فقد ظلمتم أنفسكم كافة المسلمين والناس أجمعين بعدم تصديق خليفة الله المهدي ناصر محمد لما يدعوكم إليه فهل دعوتكم على مدار ستة عشر سنة إلا إلى سبيل الله وحده ليقفر ذنوبكم وعلمتكم أنكم إذا لم تعلموا علم اليقين أن الله حقا أرحم الراحمين فإذا لم تعرفوا عظيم صفة الرحمة في نفس الله فلا ولن تعرفوا الحق أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين تصديقا لقول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا صدق الله العظيم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزواء أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم وإن لعنة الله على الكاذبين الذين ينكرون أن الشمس أدركت القمر وهم يعلمون وما كانت آية الإدراك إلا نذيرا باديء الأمر نذيرا للبشر خيرا لمن شاء منهم أن يتقدم أو يتأخر فأبوا واستكبروا وأصروا إلا أن يكونوا مستأخرين ومستكبرين عن آيات الحق من ربهم وبالله ملحدين وكأن الله لم يكن شيئا مذكورا ومن صدقه من المسلمين فهو من الملحدين برب العالمين فكيف يزعمون أنهم سوف يسيطرون على قدر الماء المنهمر والكسف ساقط على دياره من السماء والريح السرسر العاتية وأعاصر البحر المسجور وحرب المناخ بشكل عام وحرب كورونا العالمية الذين يصدون عنها بكذبهم أنها مجرد تحورات طبيعية كذبا وهم يعلمون أنهم لا يعلمون ويعلمون إنهم لكاذبون فالله أسرع مكرا تصديقا لقول الله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون صدق الله العظيم فاعذروني فلا أستطيع أن أبشركم بخير يا معشر المعرضين عن اتباع القرآن العظيم الملحدين والكافرين والمشركين والمسلمين الذين يزعمون أنهم بالقرآن العظيم مؤمنون فاستكبروا عن حكم الله بينهم فيما كانوا فيه يختلفون بل يحتكمون إلى طاغوط الأمم المتحدة فمثل أحزاب المسلمين المتقاتلين كمثل الملحدين والكافرين برب العالمين فهم عند الله سواء وما أرد أن أختم به بياني هذا هو البشر من الله المستكبرين عن التصديق بآيات الله وخليفته المهدي ناصر محمد تصديقا لقول الله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبرن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجل غير ممنون صدق الله العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني